بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة الوبيلة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى يوم الدين في هذه الليلة الأخيرة من هذا الشهر المبارك نحمد الله ونشكره ونحمد مولانا وصاحب الأمر والزمان على أن وفقنا في هذا الشهر المبارك أن نتعلم شيء يسير من علوم آل محمد ومن تفسير آل محمد من كتابي تفسير الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام ونحن لازلنا في تفسير سورة الحمد المباركة وقد وصل بنا الكلام إلى آخر الروايات التي تفسر سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين روايتان بقيتان لنا حتى نتم تفسير هذه السورة المباركة وأشير إشارة إمامنا الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام كان يتكلم مع أحد أصحابه أو مع أحد أشياعه الذي نقل له كلام عن الغلات كيف يتأولون الكلام ويتلاعبون ويحتالون بالكلمات ليقولوا وليثبتوا بأن الله رب العالمين هو مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام فقال لهم ذكرني وقال لهذا الرجل ذكرني كلامك بثلاث مقولات ثلاث روايات عن جد رسول الله وعن جد أمير المؤمنين وعن جد علي بن الحسين ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر الإمام الرضا أنه إذا لم ينزل العالم إلى العالم إلى الناس ليصرف عنهم طلاب حطام الدنيا ماذا سيحصل؟ اتخذ الناس رؤساء جهالا إذا العالم ما ينزل بعلوم أهل البيت إلى أشياء أهل البيت إلى أوليائهم إلى محبيهم فهناك جهل سيستغلون هذه الفرصة ويراحوا ينشرون الجهل بل سينشرون البوض والعداء لأهل البيت وينشرون الضلالة ورواية ثانية التي خلاصتها أيضا عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال يامعشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها واعيتهم السنة أن يعوها والرواية الثالثة التي قرأناها في الليلة الماضية هي رواية عن مولانا وإمامنا زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام حيث ذكر أنه هناك رجال دين على شكل طبقات وعلى شكل وجوه مختلفة منهم أهل رياء أهل تظاهر بالحسن بالكمال بالأخلاق الطيبة باللسان الطيب التماوت بالأخلاق في النطق ولكن يقول لا تستعجلوا رويدا فلا تستعجلوا على الرجل فلا يغرنكم شيء في شيء ذكر الإمام هناك عدة طبقات أو عدة شرائح من رجال الدين الذين هم في الغالب يغرون الناس ويخدعونهم طلبا للدنيا أو للذات الدنيا أو الرئاسة الباطلة في هذه الدنيا ليضلوا الناس وبالنتيجة إما يقود الناس إلى التقصير بحق أهل البيت أو إلى الغلو بحق أهل البيت عليهم الظل الصلاة والسلام إلى أن وصل الكلام إلى الرواية 28 التي سنقرأها لكم هذه الليلة من هذا الكتاب الشريف صفحة 36 ثم قال الرضا يبدأ الإمام الرضا يعلق على هذه الروايات وبالذات الرواية الثالثة التي ذكر فيها طبقات أو نماذج أو أنواع رجال الدين الذين يغررون بالناس ويخدعونهم ثم قال الرضا عليه السلام إن هؤلاء الظلال الكفر هؤلاء الذين يطلبون الدنيا ويطلبون رئاسة الدنيا ويستأكلون الناس بدين آل محمد وبأهل البيت عليهم الظلال الصلاة والسلام قال إن هؤلاء الظلال الكفر ما أتوا إلا من جهلهم بمقادير أنفسهم ما أتوا يعني ما خدعوا خدعوا من قبل من خدعوا من قبل الشيطان ما أتوا إلا من جهلهم بمقادير أنفسهم تعلم لك كلمتان أو ثلاث أو حفظ لروايتان أو ثلاث وتعلم مسألتان أو ثلاث ويتصور نفسه عالم من علماء أهل البيت وحتى في هذا الزمان قالوا هذا فلان حجة المعصوم وهذا حجة الإمام ونائب الإمام وكذا من الإمام لمجرد معرفته مثلا بعدة روايات أو عدة أحاديثه بالنتيجة هو كل خدع طلب لرئاسة قال حتى اشتد أعجابهم بها يعجبون بأنفسهم وكثر تعظيمهم لما يكون منها يرى نفسه كيف يتكلم مع الناس ويعرف يجاوب الطلاب والتلامذة أو الناس أو أسألة الناس يزداد عجبه بنفسه فاستبدوا بآرائهم إياكم وأصحاب الرأي فاستبدوا بآرائهم يعطي رأي من عنده وبعد ذلك ما يقبل كلام أهل البيت وما يرضى يتنازلهم عن رأيه ما أكو واحد عنده علم يقين وحتى لو ذكر رواية أو حديث يستند برأيه إلى رواية وحديث ربما هناك رواية تعارض هذه الرواية هناك معاني ومضامين أخرى أنت لم تطلع عليها فما يمكن للإنسان وألي أي عالم أو يدعي علم يمكن أن يقول أنه رأي هذا قطعي ويقيني قال وكثر تعظيمهم لما يكون منها من أنفسهم فاستبدوا بآرائهم الفاسدة آراء فاسدة لا مبنى لها من آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام واقتصروا على عقولهم يتلعبون بالألفاظ والكلمات معتمد على عقله والدين ومعرفة الله ومعرفة آل محمد لا تتم بالعقول واقتصروا على عقولهم المسلوك بها غير السبيل الواجب تركوا الصراط المستقيم تركوا عليا وأهل بيته الطاهرين هذا السلوك الواجب وهذا الطريق الواجب علينا اتباعه حتى تصغروا قدر الله يأتون إما على جهة التقصير استصغار لله سبحانه وتعالى استصغار بآل محمد استصغار بأمير المؤمنين تصغير قدر تقزيم أمير المؤمنين تقزيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا جرأ مني أو أسمي أو أصلح بهذا الاصطرح ولكن مثلا على سبيل المثال من يقول أن النبي يسهو أو يقول أن النبي لا يقرأ ولا يكتب هذا شي سموه هذا تقزيم هذا تقصير في حق أهل البيت وفي معرفة النبي وآله قال حتى استصغروا قدر الله واحتقروا أمره لا من جهة ثانية ربما الغلو الغلو هم احتقار لأمر الله واحتقار لأولياء الله وتهانوا بعظيم شأنه إذ لم يعلموا أنه القادر بنفسه الله سبحانه وتعالى قادر يعطي القدرة لمن يشاء لمن يريد من أهل البيت الغني بذاته لا يحتاج لأي أحد الذي ليست قدرته مستعارة قدرته لم يستعرها من أحد غيره ولا غناه مستفادا والذي من شاء أفقره أعطى القدرة لأحد ثم ممكن أن يسلب هذه قدرة المعجزات قدرة الكرامات قدرة الكمالات ممكن أن يسلبها كما أعطاها لمحمد وآل محمد يمكن أن يسلبها لأنهم لأن ذاته غير مركبة ذاته شيء واحد صدرت عنه كل هذه المخلوقات صدر الصادر الأول كما يقول كلما يقول أهل الحكمة وأهل المعرفة وبعد ذلك صدر من الصادر الأول كل هذه المخلوقات غير ممكن تأتي وتؤله هذا الصادر الأول على أي حال قال والذي من شاء أفقره ممكن أن يسلب هذه القدرات وهذه الكمالات التي أعطاها ومن شاء أغناه ومن شاء أعجزه بعد القدرة أعطاه كل هذه الكمالات ممكن أن يسلبه منها منهم وإن كان الله سبحانه وتعالى لما أعطى هذه الكمالات وهذه القدرات لمحمد وآل محمد كرمه وجوده لا يسمح له أن يسلب منهم هذه الكمالات ولكن القدر بيده وهو القادر فهؤلاء عبيد له محمد وآل محمد عبيد لله ومن شاء أغناه ومن شاء أعجزه بعد القدرة وأفقره بعد الغنى فنظروا هؤلاء الغلات وحتى هؤلاء المقصرة وربما الكلام هنا مع الغلات فنظروا إلى عبد اختصه الله بقدرته ليبين بها فضله عنده الله سبحانه وتعالى أعطى قدراته لأحد عبيده لبعض عبيده حتى تتبين قدرة الله هذا العبد سيعيش بين الناس إنما أنا بشر مثلكم ليبين بها هذه القدرة التي يعطاها لبعض الأشخاص فضله عنده وآثره بكرامته ليوجب بها حجته على خلقه يريد أن يتمم الحجة أن يقيم الحجة على خلقه وليجعل ما آتاه من ذلك ثوابا على طاعته الذي يطيعه يحصل الثواب يطيع هاثر الشخص الذي أعطاه هذه القدرات وهذه الكمالات والمعجزات وباعثا على اتباع أمره هذه القدرات نعطيها حتى نتمم عليكم الحجة حتى تتبعوه هذا الشخص تطيعوه هذا الشخص ومؤمنا عباده ومؤمنا عباده المكلفين من غلط من نصبه عليهم حجة حتى لا يغلطوا لا يشتبه عباده باتباع من عصمه الله من أعطاه هذه القدرات ولهم قدوة هذا الإمام هذا العبد يكون لهم قدوة فكانوا كطلاب ملك ملك من ملوك الدنيا ينتجعون فضلا هؤلاء الناس جاءوا إلى هذا العبد الذي يعطاه هذه القدرة وعطاه هذه الفضيلة وهذه العصمة وهذه الكمالات التي يمكن أن يسلبها في أي آن منه لأنه هو القادر وهو المعطي وهو الأصيل وأما هؤلاء فهم سميهم وكيل هؤلاء الناس اللي كان يذمهم بعض أنواع رجال الدين يقول مثالهم مثال ملك أنا ما رح أقراركم الرواية أبيلكم المعنى يبدو يذكر ويشبه الإمام بقصة يقول ملك وأقول هناك أناس جاءوا وعاشوا بنعمه والملك هم تنعم عليهم وخلاهم أغنياء جعلهم ما يحتاجون الناس ما يذهبون إلى التكسب حتى ظهرت عليهم النعم ظهرت عليهم آثار ما أعطاهم هذا الملك وصع عليهم في أرزاقهم هم لا يعرفوه يعيشون في مملكته أعطاهم هذه النعم وبذخ عليهم النعم إلى أن بدأوا يطلبون يريدون أن يرون ذاك الملك يبعثون برسائل برسل يريدون ينظرون إلى ذلك الملك الذي أنعم عليهم وجعلهم أغنياء ومستغنين عن الكل فأخبرهم ذات يوم هذا الملك قال أني سأخرج في موكب ملوقي في اليوم الفلاني إذا أردتم أن تنظروا إلي تعالوا واحضروا ذلك الموكب فتنظروا إلي ولكن تأكدوا هذا المثال يضربه الإمام رضا عليه السلام لكن تأكدوا واطمأنوا من أنفسكم لا تلتفتوا إلى غيري ولا تعظموا غيري اعرفوني بعد موكب ملوكي اعرفوني وإذا أردتم أن تعظموني تعظموني بحضوري بحضور الكل خرج موكب الملك أكد عليهم ملك عليكم أنت لا تزلوا لا تشتبهوا فخرج الملك بموكبية طليعة موكب الملك أحد عبيد الملك عادة الملك ما يخرج بوحدة يخرج بمقدمات وبمؤخرات وجيوش ومشاكل موكب خاص فخرج واحد من عبيد الملك عليه أزياء ونعم وملابس ومعه جيش وقدرة ومعه ما أنعم عليه مولاه الملك هؤلاء لما نظروا إلى هذا العبد الذي منعم عليه هذه النعم ومعه هذه القدرات ومعه جيوش ضباط ومشاكل بعد حاشية الملك عبد من عبيد الملك هؤلاء جاءوا إلى هذا العبد بدأوا يعظمونه يتصورون ماذا بأنه هو هذا الملك أبا العبد قال لهم أنا لست الملك لا غير ممكن أنت مع هذا الموكب ومع هذا الجيش ومع هذه الكبكبة مع هذه الصفات لابد تكون أنت الملك فبدأوا يعظمون العبد عبد الملك باعتباره هو الملك قال لهم العبد احذنوا من سطوة الملك إذا علم بأنكم أنتم تعظموني باعتباره أنا الملك سيصب عليكم غضبه قالوا لها أنت الملك إلى أن وصل التواصلة الأخبار إلى الملك هؤلاء الذين أنعم عليهم كل هذه النعم وحذرهم أنا سأخرج في موكب وهذا أول الموكب إياكم إياكم أن تعظموا غيري في هذا الموكب تواصلت إلى أخبار أن هؤلاء عظموا عبدا من عبيدك قالوا فما زال كذلك كم لكم بقية رواية فما زال كذلك حتى غضب عليهم الملك وصلت الأخبار هؤلاء يعظمون عبد من عبيده ولا يلتفتون إلى الملك وما طلب الملك فما زال كذلك حتى غضب عليهم الملك لما وجد هؤلاء قد سموا عبده وآزروا عليه في مملكته واحد من عبيده بدأوا يعظمونه وينادونه ويجلونه وينادونه بالملكية وبخسوه حق تعظيمه الملك بعد ما عظمون بدأوا يعظمون هذا العبد من عبيد الملك فحشرهم أجمعين إلى حبسه جمعهم هذول الملك وقاهم بعد تلك النعم والأفضال ألقاهم في الحبس بعد قال ووكل بهم من يسومهم سوء العذاب بدأ يعظمهم في حبسه هذا المثال ضربه الإمام رضا عليه السلام قال فكذلك هؤلاء هؤلاء الغلات الذين يدعون الربوبية والألوهية لأمير المؤمنين علي بن إبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام فكذلك هؤلاء وجدوا أمير المؤمنين عليه السلام عبدا أكرمه الله ليبين فضله الله سبحانه تعالى يدبين مقامه من خلال هذا العبد قدراته من خلال هذا العبد أنعامه نعمه ينعمها على هذا العبد حتى يري الله سبحانه تعالى يري الناس قدرته أفضاله أنعامه قال ليبين فضله ويقيم حجته حتى يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويطمئن به من خلال ما أعطاهم من قدرات ومن نعم ومن كمالات ويقيم حجته فصغر عندهم خالقهم بدأوا يعبدون هذا العبد وتركوا خالق هذا العبد فصغر عندهم خالقهم أن يكون جعل عليا له عبد يستظرون بالله هذا علي يكون عبد لله أبدا هذا العبد يكون هو الله مع هذه القدرات وأكبر عليا أن يكون الله عز وجل له ربا غير ممكن مستحيل هذا يكون له رب هذا هو الرب هذا هو الله فسموه بغير اسمه سموه الله هذا التالي فنهاهم شوف صار كم يوم نتكلم روايات الإمام الحسن العسكري يذكرها عن جده رسول الله عن أمير المؤمنين عن الإمام الرضاء عن زين العابدين ويأكد على مسألة الغلاة يبدو في ذلك الزمان وإلى يومنا هذا غلاة موجودين ربما ساقر لكم حتى في زمان بعد الغيبة الصغرى وأواء الغيبة الكبرى أيضا كانوا غلاة موجودين يؤلهون أمير المؤمنين هذا المغالي يؤله أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أو أحد الأئمة قال فسموه بغير اسمه فنهاهم بل وأكبر عليا أن يكون الله عز وجل له ربا فسموه بغير اسمه سموه هو الإله فنهاهم هو وذل قضية الملك فنهاهم هو وأتباعه من أهل ملته وشيعته كل أشيعة نهاهم أن يسمونه بإله أو يعبدونه وقالوا لهم يا هؤلاء إن علي وولده عباد مكرمون علي وأولاد قالوا للناس وقالوا للشيعة لبعض الشيعة ولكل الشيعة نحن عباد مكرمون مخلوقون مدبرون الله يدبر أمورنا ولا يقدرون ونكتة لطيفة نذكرها الآن في زمن حسين بن الروح نائب الإمام عدل الله تعالى فرجه صار حديث طويل سأله لماذا أمير المؤمنين غلب الحسين غلب قتل وقطع بالسيف وأهل البيت دائما مغلوبين خلاصة المقولة والسؤال والجواب قال لهم حتى يثبت للخلق بأن آل محمد ليس بآله عبيد لله يقتل الحسين يقطع بهذه الصورة أمير المؤمنين في محرابه يقتل الحسن يقطع قطع قطع وهكذا باقي الأئمة مغلوب على أمرهم بأمر من الله حتى الناس لا تؤلئهم وسألهم بعد ما أجابهم أجابة مقنعة قال له هذا من عندك الحسين الروحي رحمة الله عليه وارضوان الله تعالى عليه هذا من عندك أم من عند الصاحب من الناحية المقدسة قال كل ما تكلمته لكم فهو من الصاحب وهذه هو الواقع ولو كانوا هم الآلهة إذن لماذا يغلبوا في هذه الدنيا عباد مكرمون مخلوقون مدبرون لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه رب العالمين ولا يملكون إلا ما ملكهم الله لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا هم عبيد لله ولا قبضا ولا بسطا ولا حركة ولا سكونا كل من الله سبحانه وتعالى إلا ما أقدرهم الله عليه وطوقهم نعم يتصرفون بهذا الكون يتصرفون بحياتهم بموتهم بقدرة إلهية من الله سبحانه وتعالى يتصرف بالناس بحياتهم بقدراتهم بمقدراتهم يصرف هذا الكون كله بأمر الله بقدرة الله سبحانه وتعالى وأن وإن ربهم خالقهم يجل عن صفات المحدثين الله سبحانه وتعالى غير محدث المحدث في يوم من الأيام ما كان وصار هذا المحدث غير المحدث كان قبل أن يكون الكون ما كان لا أول لأوليته أما أمير المؤمنين والعترة الطاهرة والعترة الطاهرة عليهم أفضل الصلاة والسلام في يوم ما كان خلقنا الله يقولون أنوار خلقنا خلقنا الله أنوار المحدقين بعرشه على أي حال وأن ربهم وخالقهم يجل عن صفات المحدثين ويتعالى عن عوت المحدودين وأن من اتخذهم أو واحدا منهم أربابا من دون الله فهو من الكافرين وقد ظل سواء السبيل فأبى القوم الإمام رضا عليه السلام جاء يقول فأبى القوم ذول الغلاعات إلا جماح ما يقبلون إلا جماح وامتدوا في طغيانهم ذول الغلاعات وهي فرق معروفة وإلى الآن موجودة وامتدوا في طغيانهم يعمهون فبطلت أمانيهم وخابت مطالبهم وبقوا في العذاب الأليم نموذج للغلاعات في نفس زمن أمير المؤمنين كانوا الغلاعات وانظر ماذا صنع بهم وهذا حكم حكم الشرعي هذا كتاب ما لا يحضره للفقيه للشيخ الصدوق الجزء الثالث روايات الأحكام الشرعية جامعة الشيخ الصدوق وأيضا نفس هذه الرواية موجودة في كتاب الكافي الجزء السابع باب الارتداد هنا في هذا الكتاب في الفقيه حديث رقم ثلاثمية وسبعة وثلاثين قال وقال أبو جعفر عليه السلام إن علي عليه السلام لما فرغ من أهل البصرة يعني لما انتهت حرب الجمل وفرغ من عائشة وطلحة والزبير أتاه سبعون رجلا من الزط الزط منه وجوه سود ذلك قوم من الهنود أتاه سبعون رجلا من الزط فسلموا عليه وكلموه بلسانهم بعدهم ما شايفين شيء من أمير المؤمن ذول كلموه بلسانهم ظاهران بلسانهم الهندي ثم قال لهم إني باعتبار الحاضرين ما فهموا ماذا يقول ماذا يقولون كسان وبلغة غير عربية ثم قال لهم إني لست كما قلتم يبدو في الكلام قال لهم أنت الله رب العالمين قال إني لست كما قلتم إني عبد الله مخلوق أمير المؤمنين عليه السلام قال فأبوا عليه وقال لعنهم الله الإمام الباقر يقول لعنهم الله وقال لعنهم الله لا بل أنت أنت هو أنت الله فقال لهم لئن لم ترجعوا عما قلتم ثم تتوب إلى الله عز وجل لأقتلنكم إذا ما تتوبون أقتلكم أنا عبد مخلوق حتما شاهدوا أشياء من الإمام أما في حرب الجمال أما في مواقع أخرى فترة وجوده بالكوفة وقبل مجيه إلى الكوفة في المدينة مكان آخر سمعوا عجيب يعني أمر الغلو في أمير المؤمنين بل فقال لهم لأن لم ترجعوا عما قلتم ثم تتوب إلى الله عز وجل لأقتلنكم قال فأبوا عليه قالوا الله أنت فأبوا عليه أن يتوبوا ويرجعوا حاضرين تقتلنا ولا نرجع عن القول بألوهيتك ضلال هذا قال رؤوس الآبار مغطات إلى أن هؤلاء احترقوا واختنقوا وماتوا في تلك الآبار قال ثم ألهب في بئر منها نارا وليس فيها أحد منهم فدخل فيها الدخان في بقية الآبار فماتوا حكم الغلاة القتل بهذه الصورة الشيطان ماذا يصنع الشيخ الصدوق عنده تعليقه هنا وما أدري قرارك تعليقه لأولا تعليقه حلوة يبدو أنه الشيطان يعني هناك بقت أتباع لهؤلاء ماذا قالوا قالوا لا يحرق بالنار إلا الله فإذن أنت هو الله بقوا جماعة خلق أقرارك تعليقه تعليقه يبدو أنه الكلام في الغلو مستمر إلى زمن الشيخ الصدوق قال المصنف هذا الكتاب رحمه الله إن الغلات لعنهم الله يقولون لو لم يكن علي ربا لما عذبهم ربا يعني إلها هو الآلهة لو لم يكن علي ربا لما عذبهم بالنار والله يحرق بالنار علي همات جاء يحرق بالنار فيقال لهم يقول لذين جاوبهم يعني لا زمن الشيخ الصدوق أكو من يعتقد أن علي هو الإله بدليل لماذا أحرقهم بالنار فيقال لهم لو كان ربا لما احتاج إلى حفر الآبار وخرق بعضها إلى بعض وتغطية رؤوسها رؤوس الآبار ولكان يحدث نارا في أجسادهم فتلا بعد ما يوجد حاجة يسوي نار هو يأمر أجسادهم تحترك ماكو حاجة آبار وحفر وكذا واحد عبر على الثاني فالترتيب خاص كيفية خاصة ولكان يحدث نارا في أجسادهم فتلهب بهم فتحرقهم ولكنهم لما كان عبدا مخلوقا يعني أمير المؤمنين حفر الآبار وفعل ما فعل حتى أقام حكم الله فيهم وقتلهم ولو كان من يعذب بالنار ويقيم الحد بها ربا يعني بس اللي يحرق بالنار هو رب لكان من عذب بغير النار ليس برب اللي يعذب ويموت بغير النار فهو مورب مثلا وقد وقد وجدنا الله تعالى عذب قوما بالغرق وآخرين بالريح بالقرآن موجود وآخرين بالطوفان وآخرين بالجراد يقول يقول لعله الحكمة هذه وهي إن الله تعالى ذكره حرم النار على أهل توحيده محد من الموحدين من المؤمنين يدخل النار يحترك بالنار فقال علي عليه السلام لو كنت ربكم ما أحرقتكم يعني لسان حال أمير المؤمنين لو كنت ربكم ما أحرقتكم بالنار وقد قلتم بربوبية ولكنكم استوجبتم مني بظلمكم ضد ما استوجبه الموحدون من ربهم عز وجل وأنا قسيم ناره بإذنه أنا قسيم الجنة والنار بأمر الله بأمر من الله فإن شئت عجلتها هنا تردون هنا أحرقكم وإن شئت أجلتها إن شئت عجلتها لكم وإن شئت أخرتها فمأواكم النار هي مولاكم أي هي أولى بكم وبأس المصير ولست لكم بمولا وإنما أقامهم أمير المؤمنين عليه السلام في قولهم برببيته مقام من عبد من دون الله عز وجل صنما لأنه نذكر روايات أخرى شيخ صدوق هناك في زمن حكومته في الكوفة أخبره قالوا فلان رأيناه يعبد صنم جاء به وحرقه فمن يعبد علي من يؤلح علي حكم وحكم عابد الصين واحد وهذا الفكر لحد الآن موجود هؤلاء الذين يسمون ربما يسمون أن علي هو ذات الله ربما لشبه طبعا عد البعض يقولون ذات الله ما يعرفون معنى كلمة ذات الله ذات الله يعني كنه الله يعني حقيقة الله هذه هي الذات ذات الله يقولون علي هو ذات الله هذا منتجر الآن ذات يعني حقيقة الله يعني هو الله يعني هو المعبود لكن ما يفهمون معنى الكلمات الإمام رضيك أكد وأنا ما أظهر أيضا أؤكد لينتبه المؤمنون بأن ذات الله محد من الأئمة سمى عليا أو سمى أنفسهم بذات الله بلي قال نحن ذات ذات الذوات مو ذات الله نحن أصل هذه المخلوقات نرجع إلى كلام إمامنا الرضا عليه السلام بلي قال فأبى القوم إلا جماحا ما قبلوا ذول الآلاة وامتدوا في طغيانهم يعمهون فبطلت أمانيهم وخابت مطالبهم وبقوا في العذاب الأليم بقيت عندنا رواية واحدة اقرأها بسرعة حتى تنتهي وينتهي تفسير سورة الحمد في هذا الشهر المبارك في آخر هذا الشهر المبارك وبعدها يأتي تفسير سورة البقرة إلى توفيق من الله ومن صاحب الأمر إن وفقنا نفسر سورة البقرة من كتاب إمامنا الحسن العسكري عليه أفضل والصلاة والسلام يرجع الإمام حديث رقم 30 الإمام العسكري ينقل لنا رواية عن الإمام قال قال الإمام أبو محمد الحسن عليه السلام يعني الحسن المشتبة قال أمير المؤمنين عليه السلام فاتحة الكتاب كأنه الإمام العسكري جاء ينطخ خلاصة لتفسير سورة الحمد قال أمير المؤمنين عليه السلام فاتحة الكتاب هذه أعطاها الله محمدا صلى الله عليه وآله وأمته ذكرنا رواية سابقا هذه من مختصات النبي ما أعطى منها الله سبحانه وتعالى إلا بسم الله الرحمن الرحيم لسليمان وسليمان طمع بها طمع بالسورة بسورة الحمد حذره الله قال لا تكون مثل آدم طمع بمقام آل محمد فأصابه ما أصابه فأخرجه من تلك الجنة وبقى يبكي حتى جرت أخاديد على وجهي من الدمع حفرت أخاديدا توبة إلى الله قال أنت لا تطمع فقط أعطيناك هذه بسم الله الرحمن الرحيم بس فمن مختصات النبي هناك معارف في هذه السورة ومن مختصات أمة النبي وهم شيعة وأميرة المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أعطاها الله سبحانه وتعالى قال فأتيحة الكتاب هذه أعطاها الله محمدا صلى الله عليه وآله وأمته بدأ فيها بالحمد لله والثنى عليه ثم ثنى بالدعاء لله عز وجل ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول قال الله عز وجل قسمت الحمد بيني وبين عبدي نصفين عبدي مو إحنا عبدي هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا عبد الله علي عبد الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم نفس النبي علي أمير المؤمنين قال فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل إذا قال العبد هنا العبد هو النبي أو أمير المؤمنين ومن بعدها نحن شيعة علي إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم هذه نحن سوف نقول قال الله عز وجل يجقل سورة الحمد يبدأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل بدأ عبدي بإسمي مو بالله بإسم الله وذكرنا هذا الكلام هذه الخلاصة جاء أعطيها أمير المؤمنين ينقلها لنا الإمام الحسن العسكري عن جده الإمام الحسن المشتبى بدأ عبدي بإسمي وذكرنا سابقا كل عمل دون أن يبدأ بإسم الله فهو أبتر فهو أقطع واجب على كل عبد أن يبدأ في كل عمل بإسم الله والإسم معروف الإسم غير الله هذا الإسم الذي يشتبهون به يقولون هو الله ويعبدونه نحن هم لن نشتبه الإسم غير الله فبدأ العبد بإسمي حق علي أن أتمم له أموره ما دام بدأ بإسمي في كل عمل في صلاته في غير صلاته أتمم له أموره وأبارك له في أحواله أجعل حاله وحياته في بركة وفي خير هذا بشرط أن يبدأ بإسم الله فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي وعلم أن النعم التي له من عندي يعني أنا المنعم عليه وأن البلايا التي اندفعت عنه فبتطولي أشهدكم يا ملائكتي أني أضيف له نعيم الدنيا إلى نعيم الآخرة وأدفع عنه بلايا الآخرة كما دفعت عنه بلايا الدنيا ما دام بدأ بإسمي وحمدني على ما أعطيته من النعم أنا المنعم سأدفع عنه بلايا الدنيا وبلايا الآخرة كل من يبدأ بإسم الله صدقوني في كل أعماله تهون عليه بلايا وتدفع عنه هذا كلام الله سبحانه وتعالى ينقله لنا أمير المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل شهد لي عبدي بأني الرحمن الرحيم أشهدكم لأوفرن لأوفرن رحمتي حظه ولأجزلن من عطائي نصيبة لماذا؟ لأن هذا العبد الذي قال الرحمن الرحيم أقر بأن رحمتي ذكرنا لكم رحمة الله أضعاف كل الرحمة الموجودة في الدنيا تسع أو تسعين مرة وهذه الرحمة لمن جعلها الله لشيعة علي الذين أعطاهم ذكرت لكم سابقا وأذكركم حتى نختصر كل التفسير أعطاهم يوم القيامة طلبوا من الله ماذا تريدون؟ قالوا أعطينا ثواب نفس من أنفاس علي بن أبي طالب ليلة المبيت أعطاهم جنة دخلوا إلى الجنة قالوا هذه إذا جنة كانت لنا فأين يكونون الأنبياء والصالحين والصديقين اتصوروا هذه الجنة بعرضها وطولها فقط هي لهم قال لهم هذا ثواب نفس من أنفاس علي بن أبي طالب ليلة المبيت إذا يتوجه إلى هذا المعنى الله سبحانه وتعالى سيقول له أشهدكم للملائكة لأوفرن رحمتي حظه ولأجزلن من عطائي نصيبه الدنيا أو في الآخرة يعطيه يعطيه ذاك الذي يعطاه في الآخرة ذكرها فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى أشهدكم خطاب الملائكة كما أعترف بأني المالك ليوم الدين أنا القادر أنا الحاكم يوم الدين يوم القيامة لأسهلن يوم الحساب عليه لأسهلن يوم الحساب عليه حسابه لأتقبلن حسناته ولا أتجاوزن عن سيئاته كيف يعترف بأنه مالك يوم الدين إذا يعترف أن الحاكم يوم القيامة محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم نأتي كل أناس بإمامهم حاسبهم إمامهم بعد في الزيارة الجامعة الكبيرة وحساب الخلق إليكم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم هذا الذي يعتقد هذا الاعتقاد الله سبحانه وتعالى رح يتقبل حسناته ويعفو عن سيئاته لأتقبلن حسناته ولا أتجاوزن عن سيئاته بعد آخر الرواية قال فإذا قال العبد إياك نعبد قال الله تعالى صدق عبدي إياي يعبد متى قلنا إياك نعبد يعني يطيع عليا وعترته العبادة تعني أهم معانيها الطاعة يطيع عليا وأهل بيته الطاهرين عليهم أضر الصلاة والسلام فقال صدق عبدي إياي يعبد جاي طيع علي وأهل بيته أشهدكم لأثيبنه على عبادته ثوابا يغبطه كل من خالفه في عبادته لي فإذا قال وإياك نستعين قال الله عز وجل بيستعان عبدي وإلي يلتجأ بمن تكون الاستعانة بمن يطيعه وجبت له الطاعة بالعبادة الطاعة لعلي وأهل بيته إذا هذا المعنى يتوجه هذا المعنى يفهمه سيقول الله سبحانه وتعالى استعان عبدي وإلي يلتجأ بيستعان عبدي بالله الاستعانة بعلي وأهل بيته الاستعانة بمحمد وآل محمد استعانة بالله فقال عز وجل قال الله عز وجل بيستعان عبدي وإلي يلتجأ أشهدكم لا لا عيننه على أمره طبعا هناك الكلمة بالطبع لا أعينه لا أعيننه على أمره ولأغيثنه في شدائده ولأخذن بيده يوم نوائبه يوم نوائب في الدنيا أو في الآخرة الله سبحانه وتعالى لمن يعتقد بهذه الاستعانة فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها قال الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل كل ما يطلب يطلب أن لا يكون من المغضوب عليه ولا يكون من الضالين أعطيه إذا عرف الصراط المستقيم لأن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب هذا لعبدي ولعبدي ما سأل وقد استجبت لعبدي وعطيته ما أمل وآمنته مما منه وجل يخاف يكون من الغلاة ويخاف يكون من المقصرين قيل يا أمير المؤمنين أخبرنا عن بسم الله الرحمن الرحيم أهي من فاتحة الكتاب آية من آيات سورة الحمد فقال نعم كان رسول الله يقرأها ويعدها آية منها ويقول فاتحة الكتاب هي السبع المثاني فضلت ببسم الله الرحمن الرحيم وهي الآية السابعة منها فكل سورة أولها من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم تبتدئ بمن بالاستعانة باسم الله إذا كان بهذه السورة يفهم القرآن سيعطيه الله سبحانه وتعالى ما ذكره أمير المؤمنين هنا نسأله أن يزيدنا ويجزل علينا نعمه بمعرفة علي وآله الأطهار ويختم لنا كما ختم لنا هذا الشهر المبارك بحديث أهل البيت بتفسير أهل البيت أن يختم لنا بالعاقبة الحسنة على ولاية علي وآله الطاهرين ويثبتنا على ولايته وخدمته وخدمة ولده الحجة عجل الله تعالى فرجه وآخر دعوانا أن الحمد لله ورب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله تعالى اللهم تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة